السؤال اللي حنتراحه على جماهرنا كمان في السوشيال ميديا اللي هو خاص بهل ترى ان مثلا عشان نرجع المسابقات مرة تانية او عودة نشاط نعمل عزل اللاعبين في فنادق مع اجراء فحص اسبوع ليهم نفس الفكرة اللي فوقتشي قالها احنا معاها هل انت مع هذا المقترح اللي انت ترجع النشاط لكن القائمين عليه من اللاعبين وبقى واجهزة حكام على فكرة وكل اللي هيبقوا مختلطين ببعض داخل هذا الملعب هيبقوا في عزل في احدى الفنادق اللي خلص المباراة والمنافسة بتاعته ويرجع على هذا الفندق ويرجع مرة تانية لعب منافساته ويرجع بعد اسبوع كده اسبوعيا نبتدي نعمل عليهم الفحصات الخاصة بالكشف عن الفيروس ده سؤال على السوشيال ميديا خشوا جاوبوا لي وعايزين ترجعوا النشاط بهذا الشاكلة يكون اللاعبين كلهم في حاج خاص بيهم والقائمين ايضا على المنظومة من حكام بقى من مراقبين مباريات من اجهزة فنية كل دول هيبقوا في نفس الحجر الفندقي او الحجر الخاص بيهم عشان نرجع النشاط هي دي مش اعداد اعداد اه يعني هي اعداد وصحة من قدمين يعني هو اللاعب او الحكم او ايا كان ما هو انسان زي وزي ايا حد وقال صعب او عودة النشاط في بريطانيا انها لعبة تلامس لو تذكري الحال فاتت قلنا ده ده تصريح وده تصريح من بريطانيا وامريكا كلا هما فيهم شوية تضيطات بس واحد فكر خارج الصندوق شوية والتاني قالك الامان بالنسبة لي طمان فيها تلامس يبقى بلاش ان احنا نرجع النشاط مرة تانية مع ايه فيهم؟ لا اعتقد بنام فيها تلامس لازم نبقى يعني وصلنا للمرحلة الامنة وبعد كده نستأنف النشاط بشكل طبيعي نبقى خلاص وصلنا للامان لان دي برضو صحة اشخاص اكيد لازم نحافظ عليها اكيد هنقول طبعا كل اجابات حضراتكم في اخر الحلقة